اشتركوا في القناة ولما كانها يتصل بالبوليس الكوشك وقع على الارض وتكسر الصبح البوليس جاي يشوف الحكاية وفيه منهم اللي مش مصدق الراجل وبيقول انه بيجدب بس الزابط مورفي لقى بطاقة الست وقعد يفكر هي فين دلوقتي وفي نفس الوقت في البلد قبل لو صاحبها كايل كانوا بيجهزوا شنطهم علشان يروحوا يقضوا الوكيند في كوخ في الغابة واللي بتاع عيلتها فجأة كده كايل قال انه عزم ثلاثة من اصحابه ويجوا معاهم من غير ما يقولها وده خلاها تتنرفس شوية بس لما ابتدوا السفرية هديت واسترخت وسيث قرر يولع شمروخ علشان يهزر فوقفهم الزابط مورفي ولما مورفي عارفهم رايحين فين حذرهم ان في حاجات غريبة بتحصل في المنطقة زي حوادث ثرقة وقتل حيوانات وقال لهم يخلوا بالهم بعدما الزابط سابهم يمشوا وحذرهم بس راح مورفي يزور واحد مزارع لها خنزير ميت المزارع كان فاكر ان الزئاب هي اللي عملت كده بس مورفي قاله ان الجرح مرتب جدا وده نفس اللي شافه مورفي في كل الحيوانات اللي في المنطقة لما الشلة وصلت الكوخ ابتدوا يفرفشوا ويشربوا وينزلوا البسين وبعد شوية لعبة وضحك ميل اخدت كلبتها وراحت تتمشى وقابريل راحت معاها البنات كانوا بيتكلموا وضحكوا واتفرجوا على الجمال اللي حواليهم لكن فجأة الكلبة سمعت حاجة ونبحت وجريت البنات جيروا ورا نباح الكلبة لحد ما وصلوا للمكان متحوط بصور واللي فيه فزاعة أش مرعبة بس هما مهتموش بالتحذيرات وعدوا الصور وهم بيدوروا في المكان لقوا خيام فيها نباتات المريجوانة وميل اتحمست قوي وحاولت تسرق شوية منها الكلبة رجعت لهم تاني بس صاحب الارض جاء وراها وهدد البنات بالفاس هاولوا يفاهموه انهم كانوا بيدوروا على الكلبة وانهم سكنين في الكوخ ولما صاحب الارض سمع عن الكوخ عرف انه يعرف ابريل اسمه ترافس وكان صاحب عالتها وكان شاف ابريل وهي صغيرة ابريل هي كمان افتقرته وهم الاتنين راحوا معاه البيت قاعدوا يتكلموا شوية وترافس حكى لهم عن الوحشة اللي هو فيها واللي جات له بعد ما رجع من الحرب وكمان وراهم صورة لحاجة طائرة غريبة واللي صورتها الكاميرات اللي بتشتغل بالحركة هو متأكد ان دي طيارة عسكرية سرية وان الجيش بيستخدم المنطقة دي في التجارب من زمان ترافس بيحب يتكلم عن نظريات المؤامرة وقال لهم انه لازم الواحد يعيش بعيد عن الناس علشان ما حدش يرقبه في الاخر البنات قرروا يمشوا بس قبل ما يروحوا تأكدوا انهم جابوا شوية حشيش من ترافس ولما رجعوا البيت قعدوا يشاركوا الحشيش ويدخنوا ويستمتعوا وفاجأة كده كايل اخد ابريل على جنب في قوضة تانية وقال لها انها مهمة قوي بالنسبة له وركع على رجبته علشان يطلب ايدها بس قابريل قالت له مش هتقدر وقالت له انها لقيت شغله في نيويورك وكانت مستنية الوقت المناسب علشان تقوله كايل اتجرح وفهم انها عايزة تسيبه فمشي من القوضة وهو متعصب صحابهم فهمه غلط وابتدوا يحتفله بس المعرف الحقيقة ميل قعدت تواسي قابريل وفي نفس الوقت في اسم الشرطة الزابط مورفي كان بيشوف الكاميرات من عند محطة البنزين الكشك فعلا اختفى تحت النور الساطع ومورفي تفاجئ لما لقى حاجة مستخبية في النور وبالليل الشلة كانت بتشرب لانهم زهقوا من غير تلفزيون ولا موبايل كايل وابريل حاولوا يتكلموا والكل بيتفرج عليهم بس اتقطع كلامهم لما شافوا كرة نارية كبيرة نازلة من السماء ووقعت في الغابة وحصل انفجار عظيم وسيث كان بيصور كل حاجة بتليفونه الشلة راحت تشوف اللي حصل وفاكرين انهم شافوا طيارة بس اتصدموا لما لقوا سفينة فضاء حقيقية واثار دم بتقول ان فيه كائنات فضائية دلوقتي ماشية في الغابة الشلة جريت مرعوبة راجع على الكوخ وتخنقوا على ايه اللي لازم يعملوه والمطر بدأ ينزل سيث قال ان الشرطة مش هتصدقهم لو اتصلوا وابريل اقترحت انهم يسوقوا ويرجعوا البلد وفجأة الكهرباء قطعت بس ابريل قالت ده عادي بسبب العصفة وراحوا يشوفوا الفيوزات تحت وفي اللحظة دي سمعوا الكلبة بتنبح تاني وبعدها اصوات غريبة قابريل افتكرت ان ابوها كان مخب مسدس تحت فجريت تجيبه قبل ما يرجعه الفوق تاني الكوخ كان ضلمة جدا فاستخدموا الكشفات علشان يدوروا في القوض ولقوا حاجات كتير مكسورة ولما البرق نور المكان الشلة اكتشفت ان فيه كائن فضائي واقف جنب الباب الازاز قابريل ضربت نار على طول والكائن الفضائي اختفى والازاز تكسر الشلة جريت لبرا على طول وشافوا ان الكائن الفضائي واقع في البسين وجسمه بيغرق بشويش الكل قرر يمشي في الاخر وجريوا على العربية علشان يهربوا وبعد دقيق من السواقة لقوا شجرة واقع وسد الطريق الوحيد للبلد لما شافوها من قريب اكتشف ان القطع مرتب جدا يعني مقصود يعني مش الصعيقة هي اللي عملت كده والمطر وقف فجأة بس لما بصوا وراهم لقوا انه لسه بينزل في اجزاء معينة من الطريق وفي اللحظة دي نور احمر غطى المكان والشلة بصت فوق لقيت سفينة فضائية عملاقة بتحوم فوقهم الكل جري على العربية تاني بس السفينة الفضائية عطلت كل الالكترونيات والعربية ما اشتغلتش وفي لحظة رعب وهلع ليكسي ما صدقتش نفسها ونطط من العربية والكائنات الفضائية استغلت الفرصة دي وخطفتها بالضوء بتاعهم الشلة كلها تجننت وبدأوا يجروا على الغابة في الوقت ده الزابط مورفي كان لسه بيحقق ولقى عربية تخيم وسط الدوشة في الغابة محدش رد على الخبط بتاعه فدخل جوه ولقى كاميرا وفيديو على الأرض فأخدها يشوف الفيديو الأخير كان فيه عيلة بتخيم وفجأة شافه نور في السماء الواد جري يشوف الحكاية ايه وفجأة الكائنات الفضائية خطفته ولما الفيديو خلص مورفي دور في العربية وشاف دم في الحمام وبعدين أم الواد طلعت من مخبأة وهجمت عليه هو قدر يهديها وهي حكيت له ان الكائنات الفضائية خطفت جوزها وابنها وقالت انهم بيعملوا تجارب علشان يعرفوا كل حاجة عن البشر مورفي طلب عربية إسعاف وقبل ما الدكاترة ياخدوا الست هي قالت له يساعد الناس اللي محبوسين في سفينة الفضاء الكائنات الفضائية رجعت أغلب الناس بس لسه فيه مئات الناس فوق وفيه كمان ناس محبوسة هناك من سنين وشلت أبريل وصلت لبيت ترافيس ولازم يهدوه لأنه فاكرهم حرمية قالوله على كل حاجة حصلت ووروه الفيديو بتاع سيث وبعدين ترافيس فسر له من الحكومة الأمريكية عندها اتفاق مع الكائنات الفضائية من أيام روزفيلت الاتفاق ده بيقول ان الكائنات الفضائية يقدروا يخطفوا البشر علشان يعملوا عليهم التجارب وفي المقابل البشر يقدروا يعيشوا حياتهم عادي كأنهم أصحاب الكوكب وفيه قاعدة واحدة مهمة بس محدش يحاول يتواصل مع الكائنات الفضائية وقبل الكسرت القاعدة دي لما ضربت نار على واحد منهم فاجأ ميل لحظة حاجة على الرادار وترافيس أكد ان ده سفينة الفضاء واللي اختفت بسرعة من على الشاشة ترافيس قال ان ده معناه انها هبطت فجأة نور قطع والكل ابتدى يجري معادة ترافيس اللي قال لهم يرجع له الكوخ وهو هيفضل يقاتل ترافيس لقى ثقب في واحدة من الخيم واول ما سمع صوت الكائن الفضائي بيتحرك في الضلمة ضرب نار ما كانش فيه جسم ده الكائن الفضائي حواليه فاستخبى تحت الترابيزة ودور حواليه بنور الكشف ولما شاف الكائن الفضائي نطف فوقه ضرب نار تاني وسمع جسم الكائن الفضائي وقع قبل ما يقع عليه شوية مخاط فضائي فاكر ان كده خلاص وخرج من مخبأه بس كائن فضائي تاني مسكه وشلت قبرل وصلت للكوخ وبدأوا يقفلوا كل الشبابيك سمعوا صوت غريب برا وقبرل راحت تبص من ثقب الباب لقيت كائن فضائي واقف على العتبة وفي نفس الوقت الأضواء القوية بتلمع من الشبابيك سيث اتنرفز وفتح النار وكان هيصيب مورفي وشريكو متشل لما دخلوا البيت فجأة والبوليس رابطوا سيث على طول وسألوا الشلة أسئلة وما صدقوش حكايتهم لما شموا ريحت الحشيش في القوضة وعلشان تثبت كلامها قبرل ودتهم على المسبح بس اكتشفت ان الجثة مش موجودة فجأة سمعوا صوت تاني في الحزيرة مورفي دخل يشوف فيه ايه وبعد ما لقى شوية مخاط اتفزع لما شاف كلب ميل ميت وأحشاءه بره جسمه وفي اللحظة دي كائن فضائي جري قدام مورفي ونط من الشباك ومورفي حاول يضربه بالنار بس ما جابش ولا طلقة سمعوا الكائن الفضائي بيجري في الأدغال بس بدل ما يجري وراها مورفي رجع لعربية البوليس وقال لميتشيل ان الاصحاب بيقولوا الحقيقة ميتشيل ابتدى يضحك وقال لمورفي ينسى الموضوع ده خالص وقال له انه صاحبته سابته علشان واحد تاني بس مورفي متأكد انها تخطفت لانها اختفت فجأة من السرير وثابت وراها المفاتيح والهدوم وبعدين البوليس استعدوا يمشوا مع السيث المربوط بس في اللحظة دي كائن فضائي ظهر في نص الطريق مورفي وقف متجمد وهو بيبص عن نور الساطع وما سمعش صريخ ميتشيل وسيث بيقوله يمشي بسرعة الكائن الفضائي اتحرك ومورفي طلع مسدسه وضرب ميتشيل وبعدين ضرب نفسه وبعد ما الكائن الفضائي اختفى قابريل خرجت تفك ساث وتاخده على الكوخ ساث قال ان الكائن الفضائي كان بيتحكم في عقل مورفي وتفزع لدرجة انه استخدم مسدس البوليس يضرب كايل وساث بيلوم قابريل على اللي حصل وقرر يهرب لوحده وجير يبرى الكوخ وهو بيشتم البقين بعد ثواني الكوخ كله ابتدى يتهز والاضواء الساطعة دلت على وصول سفينة الفضاء بعدين الكائنات الفضائية اصدرت موجة صوتية عالية للتردد وخلت الكل مشلول وسببت لهم قلم شديد المصابيح الكهربائية والاجهزة المختلفة انفجرت وحصل حريق صغير البيت كله كان هيقع فامل وقابريل جريوا على تحت بس قايل فضل فوق وقفل الباب بمجموعة من الكتب علشان يحمل بنات وكائن فضائي ظهر عند المدخل وقايل صرخ في وشه وده استفز الكائن الفضائي جدا وجير وراه وقايل جري على فوق على طول وفي نفس الوقت سيف كان بيجري في الغابة لحد ما بطرية الكشف خلصت ولما ولع عود نور سمع صوت غريب وابتدى يضرب نار في كل الاتجاهات وفي اللحظة دي الكائنات الفضائية ظهرت وهجمته وثابته مجروح جامد سيث زحف بعيد وربط ايده بالشجرة بس ده مكانش كفاية والنور الفضائي خده وساب ايده وراه وفي الكوخ قايل كان مستنى في الحمام بمطوى في ايده لكن فجأة كائن فضائي مد ايده من المراية وخطفه وتحت في الدور الارضي ميل وقعت منها ازاز الدوى فضية من جبها واعترفت انها كانت هتنتحر علشان تموت افضل ما الكائنات الفضائية تخطفها وبعد ما ميل ماتت في حضن ابريل ابريل مسكت حاجة حدة وكانت هترجع تاني بس وقفت لما النور والهزة اختفه ابريل سابت الحاجة الحدة بالراحة ومشيت ناحية السلم واكتشفت ان الكهربا رجعت ولاقت على برك الدم على الارض خاتم كايل وفهمت انه تخطف ابريل جريت برة وشافت سفينة الفضاء بالطير بعيد فمسكت شوية العاب نارية وبدأت تطلقها في السماء علشان تلفت نظر الكائنات الفضائية في الاول ما حصلش حاجة وابريل وقعت على ركابها وفاكرة انها خسرت كايل للابد بس السفينة الفضائية رجعت وخطفت ابريل هي كمان وبعد شوية ابريل صحيت لقت نفسها في شرنقة وسخة وبعد ما تعبت شوية قدرت تخرج وابتدت تمشي في ممر وشافت اجسام تانية في طريقها ابريل مشيت ورا نور قوي جدا ووصلت لاخر الممر واكتشفت انها في مدينة فضائية وفي قوضة تانية سيث كمان صحي وتخض لما لقى ان ادرعه مفقودة وفجأة آلة فضائية بدأت تعمل عليه تجارب مؤلمة زي انها حطت حشرة من سرته ورسمت على جلده بالليزر وحطت حاجة فيه من ورا وفي الاخر الواجع كان اكتر من اللازم وسيث مات وابريل كملت ماشي في الممرات وبصت على اجسام في الشرنقات لحد ما لقيت كايل حررته على طول وعملت له انعاش قلب رئوي وهي بتعتذر عن كل حاجة كايل صحي وحضنوا بعض قبل ما الكينات الفضائية تلاقيهم النور حاوت كايل وابريل وهم حضنين بعض وفاكرين انهم هيموتوا بس فجأة ظهروا تاني في الغابة وفرحوا جدا ومشي ومسكين ايدين بعض وهم عندهم امل يلاقوا اي مساعدة وشوية ويسمعوا صوت وراهم وده معناه ان فيه ناس قريب منهم والاتنين لقوا شوية جنود واللي فتحوا عليهم النار وقعوهم على الارض وفي اخر نفس لابريل طلعت الخاتم وكايل حطوا في صبعها قبل ما الجنود يضربوهم بالنار من تاني بعد كده رموا الجثث في حفرة وحرقوهم الجنود كملوا تنظيف المكان وشالوا اي دليل يقدر يثبت وجود الكائنات الفضائية او الاتفاق للحكومة عملته معاهم وهنا بينتهي الفيلم ونتقابل في تلخيصة جديدة وشكرا للمشاهدة